موسيقى الجمعة 21 أيار 2021 مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى حلقة جديدة من السياسة اليوم ضيفي في استوديو هو الكاتب السياسي وصحافي الأستاذ توفيق شمان أهلا وسهلا فيك صباح الخير لأيليك وكل عام أنتم بخير يوم نشعر بالعيد بشكل أساسي وبشكل فاعل اليوم مع هذا الانتصار الكبير اللي سجلته غزة غزة تنتصر يعني ما بعرف إذا فينا نزيد بعد على هذا العنوان خصوصا وأنه عادت القضية الفلسطينية أستاذ توفي إلى الواجهة وعادت معها أيضا صورة إسرائيل الهمجية صورة إسرائيل الغاصبة حيث ظهرت اتفاقات تطبيع يمكن لتباهى بها ناتنياهو وظهرت معزولة هامشية كأصحابها مع شارع عربي ملتهب وشارع عالمي أيضا يعني هتف لفلسطين خليني بلش من العنوان ماذا يعني اليوم أن نعلن هذا الانتصار ماذا يعني أن نقول غزة هذا القطاع المحاصر تنتصر على كيان غاصب مثل إسرائيل بدي جدد تحياتي لإليك ومرة أخرى كل عام وأنتم بخير أنا أعتقد ربما منذ ما لا يقل عن 15 عاما يعني نرى هذا الإعادة الأحياء للقضية الفلسطينية عبر المقاومة الفلسطينية وهذا يعني أنا برأيي مسألتين أساسيتين المسألة الأولى أنه في العقدين السابقين أو العقد والنصف السابق كان هناك تراجع بالاهتمام بالقضية الفلسطينية حتى على مستوى الأجيال الجديدة والفئة العمري الشابة زيت أيضا تراجع بالانتماء القوم العربي هذا ماذا أدى؟ هذا أدى إلى إعادة إحياء الطائفيات والمذهبيات والعشائريات والأيضا القابلية يعني رجعنا إلى الولاءات الأولية يعني سابقا وأنا أتكلم يعني من موقع أنا أعرف كل الدول العربية وكان شغلي مركز من اليمن إلى موريتانيا مجرد ما تكوني أنت لبنانية يعني عربي فطريقة التعاطي معك كما يتعاطى السلطات الموريتانية مع موريتانيا سلطات المغربية مع المغرب الجزائرية مع وهكذا في الفترة الأخيرة وتحديدا في السنوات القيال الماضية لا صار أنه التحديد أنت من أين؟ وأنا يعني من الأشخاص الذين صدفت في السنوات يعني في التتربع السنوات الأخيرة بالتحديد عندما وصلت يعني للأسف انقسامات الطائفية والمذهبية إلى الذروي أنه أنت من لبنان بس من أين؟ من جنوب لبنان حتى تحديد الهوية أصبحت مثل هذه الأسئلة شائعة ورائجة وفي دول العربية يعني لا تتخيل مثل مصر أو الجزائر الجزائر الانتماء الأساسي عندهم المقاومة وجد التحرير الوطني والعروبي وفلسطين حية بشكل أساسي عند شعوبة فمثل هذه الأسئلة كانت صادفة يعني إلى درجة كان ممكن أن يضع المرء يده على قلبه يعني عندما يتحدث عن انتماءه السياسي أو هويته الطائفية هذا لم يكن صادقة أنا عم بحكي بين مرحلتين الآن يعني رأينا أنه منذ اليوم الأول بل منذ الساعات الأولى من العدوان الإسرائيلي على غزة أنه في تظاهرات بالمغرب، بالجزائر، بتونس، باليمن، باللبنان، بالعراق هذا ذوب وبالتالي انخفضت بنسبة كبيرة وسيرة الكلام الطائفي من خلال إذا تبعنا السوشيال ميديا بشكل أساسي التي تعبر عن الناس العاديين وبالتأكيد بوسائل الإعلام التقليدية من تلفزيون إلى صحف إلى إذاعات المسألة الثانية أيضاً عندما نتكلم عن فلسطين نحكي عن فلسطين عربية وهذا بحد ذاته أيضاً تعيد الأمور إلى نصابها باعتبارها ليست فقط قضية محصورة بالصراع بين الشعب الفلسطيني وبين الحركة الصهيونية لا أنه عندما يقول الفلسطينيون فلسطين عربية هذا كمان عم يعطوها ذاك الانتماء البعيد والحاضن والراعي أيضاً وبالتالي يكسر إلى حد كبير كل هذا الذي تكلمنا عنه قبل قليل الطائفية المذهبية العشائرية القبالية يعني في الصابر لهو كله كان على قدم الوساق مشروع لتأمين أو آخر شيء لنروح إلى يهودية إسرائيل يعني بالضبط يعني وقت تطلع بتقولي أنا شيعي وغيرك بيطلع بيقول أنا سني وغيرك بيطلع بيقول أنه أنا أرثوزوكسي معاش مسيحي وأنا ماروني بعدين أنه مبطلت تقولي أنه أنا مثل مثل تقولي أنا سنية أو شيعية أو علوية أو درزية أو اسماعيلية يعني التفتيت لا نظيرة له ربما في التاريخ من هون إيش القضية الفلسطينية أنا برأيها أو لنقل هذه المقاومة النوعية التي شهدناها على مدى العشرة أيام الماضية أعادت إحياء كل هذه القناعات اللي موجودة في داخلنا وطلعتها لبرنا كله رجع الدوب إذا بردك ضمن هذه القضية وهذا يعني أنا برأيي أنه أصحاب الأمر السياسيين بدون شك أنه يفترض أن ينتبهوا إلى هذه المسألة بأي معنا كل العالم العربي يعني مش عم حدد عم عمم بس هذا الكل مسؤول عنه أنه في مسألتين يجب أن نعيد الاعتبار إليهما من خلال هذا الإنجاز النوعي الكبير الذي تحقق في غزة على يد المقاوم الفلسطيني كل فصائل المقاوم بدون شك هو القضيتنا الأساسية وربما تكون الوحيدة الحقيقية التي لا تخضع لأي وجهة نظر هي القضية الفلسطينية يعني هيدا أثبت أنه خلال كل السنوات اللي جرى فيها إذا بدك تعتيم على هذه القضية زي ما بنا نقول محاولة قتل هذه القضية أنه ما كانت منسية وبالعكس كانت في وعي كل موجودة بقاع العواطف بقاع القلوب بس كانت عم تتغطى بالتحريد الطائفي والمذهبي والأبلي والعشائري الآن لا أنه طلعت هذا الذي كان في القاع في قاع القلب بس السؤال وتهواني ما الذي تتواجه تحيير الصواريخ طبعا طبعا ولكن ما الذي حصل بشكل أساسي وشو المتغير اللي أدى إلى إذا بدك هذا الوعي اللي ينفجر بهذه الطريقة نحن نتحدث اليوم عن فلسطين موحدة عن غزة وساند القدس يعني نحن كسرنا كل المعادلات السابقة وألغينا كل الحدود التي يمكن اشتغل علي العدو الإسرائيلي ومعه كثيرون يعني والأخطاء الداخلية أيضا والأخطاء الداخلية هلأ حنحكي عن تدعياتها على الواقع الداخل الفلسطيني للأخطاء يعني مش عم بيقصد فقط الذين طبعوا طبعا طبعا حتى بالممارسات السياسية طبعا ولكن برأيك شو يعني التحول الأساسي اللي خلينا نوصل إلى هذا أنا برأيي أنه العالم العربي عم بيحكي على مستوى الناس وعلى مستوى القواعد الشعبي وطبعا الناس العاديين الذين لا يعرفون المناورة ولا المؤامرة ولا أنه من أين تؤكل الكتف ولا من أي شيء في داخلهم قناعة كاملة أن هناك حقيقة واحدة في العالم العربي هي حقيقة الظلم الموجود في فلسطين المحتلة وهذه بالنتيجة قضية كل إنسان عربي أنا برأيي أنه هذه القناعة التي كانت كان فوق مجموعة من الغطاءات الطائفية والأبلية هي موجودة بس انتزعت الآن يعني الإنسان العربي بحاجة أنه يطلع من هذا الأسر الطائفي يطلع من هذا القيد المذهبي ويطلع أيضا من هذه القيود وأيضا من هذه القيود القطرية اللي بتخليك فقط داخل لبنان لبنان أولا ما إلي علاقة بسوريا ما إلي علاقة بفلسطين سوريا أولا ما إلي علاقة بالعراق حالة انعزالية انه الانتماء الوطني بدون شك مطلوب بس كمان انه هذا الانتماء يجب ان لا يتحول الى نوع من الشوفينية والحقد على مين على اشقائك لا اجت القضية الفلسطينية اجت هلأ المقاومة عم تقول انه كل هذه القيود مصطنعة وكسرته الى حد كبير من هون انا بقول ان المقاومة الفلسطينية قدت ما عليها طبعا بعد في عنا جولات كبيرة بدون شك بالصراع العربي الاسرائيلي الذي كان بفترة فقط يقال الصراع الفلسطيني الاسرائيلي لاحظي انه الى اي مدى بل بفترة من الفترات كان يقال انه النزاع بين حماس والعدو الاسرائيلي او بين الاسرائيلي بس رجعنا هلأ لا اذا بدك الصراع العربي الاسرائيلي في ظل انظمة عربية اذا بدك غائبة عن كل هذا المشهد او لا تنظر الى فلسطين على انها قضية مركزية سيدتي يعني خلينا كمان نقول انه اي نظام عارضه وبيعرف تماماً شرعية الحكم بأي طريقة جاء إليها شرعية الحكم والاستمرار كمان والاستمرار بأي آلية استمر فيها هو القضية الفلسطينية ولا يكون منبوزاً منبوزاً كل تاريخنا السياسي منذ العام 1948 لغاية الآن بصرف النظر كيف بعض الأنظم استخدمت القضية الفلسطينية فقط كشماعة وبالتالي كخطاب سياسي من أجل مصادرة كل شيء مصادرات الأمن والسياسية والاقتصاد بس أنه بالأخير كل هذه أيضاً أحياناً كان يتم تناوله من بعد إسلامي أحياناً من بعد عربي أحياناً من بعد وطني ولو على مستوى الخطاب لأنه يعرف هذا الحاكم الذي يجلس فوق على سدة الحكم يعرف تماماً بأنه شرعيته بأي طريقة جاء فيها هو القضية الفلسطينية وبالتالي مناصرة الشعب الفلسطيني وأكثر من ذلك أنه هذه قضيته لا يوجد قضية أخرى في مرحلة معينة هذه حالة العمى السياسي التي عشناها في العالم العربي والكثيرون انخرطوا فيها لا أنه صرت تقول مصر أولاً ليبيا أولاً تونس أولاً أنا ما دخلني بالقضية الفلسطينية بسألت ما دخلني بالقضية الفلسطينية كل الدبابير جاءت إليك إلى الداخل بسهولة جابة يعني كماناً ما هو هذا الممارسات الخاطئة هذه اللي كنا عم نحكي هذه من ضمن الممارسات الخاطئة والوعي المزيف وتمانها مع سياسات هذا الخارج يعني للأسف ووصولاً إلى التماني مع السياسات الإسرائيلية بحق شعبه أكيد بدون شكل إنه حالة الإنعزالي أنت بطل في عندك قضية وطنية وحتى في دول كبرى بالعالم العربي تعتبر دول محورية كما يسمى في علم السياسي عندما انعزلت إلى داخلها صار في عندها مشاكل كتير جو لأنه أمنها القومي تهدت بل تمزق وبالتالي علاقاتها السياسية مع العالم العربي كماني تراجعت فوق ذلك أيضاً أنه لم تستطع أن ترى أي شمعة في طريقة من أجل إضاءة فيها العتمي فصارت المشاكل جو صار فيها صراعات على السلطة جو انقلابات انشقاقات وكشفنا بالفترة الأخيرة يعني في السنوات القليلة الماضية أيضاً كيف صارت أنه حتى الجهة أنت بليبيا على سبيل المثال بيحقوك شرق وغرب يعني برقة وبنغازي بتونس بيحقوك بالقصرين وبيحقوك بتونس العاصمي وباليمن وبالبنان بيحقوك كماني بجنوب وبشمال وبالجبل وبالدرزي وبالصورية ما بعرف شو بالعراق أنا ابن العشير وباليمن هذا يعني أنا بجيلنا نحن هذا لم يكن مطروحاً أنه كان في ذاك الفضاء الواسع برأي يعني كل هيدا المشهد اللي كنا عم نعيشه خلال إذا بدك السنوات القليلة الماضية كان قائم على عناصر هشة حتى الإسرائيلي اليوم كان عم يدرس إذا بدك كل توقعات يعني هذا المشهد تحديداً وفق عناصر كاذبة أو خادعة وما توقع هذا نعم أنا برأيي أنه يعني الإسرائيلي حاول يزيف الوعي وبالتالي بعض السياسيين العرب وجزء من الأنظمة العربية أيضاً حاولت يعني تصنع وعياً مزيفة وتتماهى مع الإسرائيلي بصرف النظر إذا كان هذا منصق أو لا بس أنه بالأخير أنه وقت اللي بيطلع تظاهرات بالمغرب أو بموريطانيا ما بدي عدد أو بتونس أو حتى بمصر بعواصم الدول العربية أنه هالي الناس اللي عم يطلعوا يطلعوا تلقائياً وبالتالي ما هذا عم بيحضرون وما في زعيم عم بروح يجيب لهم الحافلات وعم بروح يجيب لهم السيارات ويقول لهم ونطلعوا لا هني من خلال عم بيعطلوا عن انتماء حقيقي عاطفي وسياسي ونفسي أيضاً عم يطلعوا من تلقاء نفسهم وهذا بحد زيته يعبر أنه إذا نعمل استطلاع رأي أنه عاطفة بيأخذ ألف عينة ألفين عينة نحن نحن نحكي عن عشرات ومئات الألوف طبعاً ما بيعني أنه في ناس ما نزلوا أنه هم غير منتميين إلى هذه القضية بس أنا وقتل في قدامي عشرات الألوف ومئات الألوف من الناس إن كانوا بمدن عربية أو عواصم عربية أو عرب كمان موجودين في الخارج يعني كمان ما ننسى أنه بين يو يورك صار بواشنطن بشيكاغو بفرانسيسكو بسيدني بأتاوى بكيبك ببريس والمنع الفرنسيين بلندن بس نعم نحاولوا كمان بالدول الأسكنيرافية ألمانية أنه هم نزلوا واحد أنه عرب مش فلسطينيين فقط يعني اللبناني والسوري والفلسطيني والعراقي في مشهد مشهد جديد أو متجدد أود أقول جديد مشهد متجدد يعيد يعني إذا بدك تصويب البوصل الحقيقية خلينا نقول أن الجديد بكل المشهد متجدد بس الرابط اللي صار يعني نحنا اليوم كنا أمام مشهد مختلف في الداخل الفلسطيني وهون يجب التركيز يعني على هذا ماذا يعني اليوم الرابط اللي قامت به المقاومة في غزة إذا بدك مع قضية القدس بهذه الطريقة يعني بصورة عام الإسرائيليين منذ العام 1948 كانوا يتعطون مع الفلسطينيين ما بدأوا مع القضية الفلسطينية عبر أربع اتجاهات بصورة أساسية قطاع غزة والشتات يعني أربع فئات فلسطينيين كانوا يتعاطون معها الذي حدث الآن لأنه بلحظة واحدة فلسطينية 48 واللي اتضامنوا مع القدس والضف الغربي اللي اتضامنت معهم وقطاع غزة اللي اتضامنت معهم بالمقاومة والتظاهرات أيضا أنه في وحدة وحدة حال ووحدة وطنية وهوية واحدة أيضا لكل هذه الفلسطينية وهذه كانت مفاجأة ولذلك لأول مرة على سبيل المثال على سبيل المثال أنه كبار القادة الإسرائيليين وأهم المحللين الإسرائيليين وتحديدا يعني بها أراجس وحتى بإسرائيل اليوم يديعوت أحرون نعم ويديعوت أحرون بس إسرائيل اليوم بالتحديد اللي هي مقربة من بنيمين نتنياهو كانوا عم يتحدثوا عن حرب أهلية بالبلدات والمدن المختلطة هذا لم يكن سابقا وهذه وحدة أنا برأيي من الخروقات الأساسية اللي بدأت شكل بالمستقبل وأعتقد بدأت لهذا الذي كان يعتبره الإسرائيلي أنه هذا نسيج الهوية الإسرائيلية حتى المصطلح خاطئ لا يمكن الحديث عن حرب أهلية ملزم ملزم أنه يحمل هوية بطاقة إسرائيلية مش هوية إسرائيلية بسوى فلسطيني عربي أولا وأخيرا ما في عنده انتماء بس هون انطلاقا من حدثك عن تفضل فيه البعض بيسأل حتى ولو توقفت صواريخ المقاومة اليوم ماذا عن تمرد أهل الداخل يعني إذا بدك هذا الشعور وطريقة التمرد اللي شفناها داخل أراضي الفلسطينية المحتلة هذا شو من يطفق إذا بدك هذه الجذوة أو هذه الحماسة هذه العاطفة الكبيرة يعني كمان خلينا هنا استعين بالتحديلات الإسرائيلية يعني اليوم شفت الصحف العبرية مبارح كمان والإزاعة الإسرائيلية الناطقة بالعربية تلفزيون قصدي والإزاعة أيضا كله عم يحكي أنه في في شيء يعني في نوع من نظام الأبرتايد أنه صار داخل داخل إسرائيل وحتى القوى اليسارية تحديدا بصحيفة هارس كانت تقول أنه نحن منذ سنوات نحذر من هذا الانقسام داخل الدولة بين قوسان أنا برأيي أنه لا أنه هذا الذي حدث تحديدا في يعني في الأراضي المحتلة في العام الفلسطينية واربعين بده يأسس لأسئلة استراتيجية إسرائيلية على المستوى الكبير أنه أسئلة وجودية بدون شك يعني في عندك مليون و750 ألف فلسطيني في الداخل يعني ما يقارب المليونين وبالتالي أنه عم تحكي عن 20-25% إذا ما نعتبر سكان إسرائيليين بين قوسان أنه هون بلحظة من اللحظات أنه بحيفا وبيبق السباع وبي أم الفحم وبيبق لحم وإلى آخره نزلوا نزلوا عم بقولوا للإسرائيلي لا عم بقول للإسرائيلي أنه أنا متضامن مع غزة وأنا متضامن مع الضفة الغربية وأنا فلسطيني أريد المسجد الأقصى وإذا المسجد الأقصى لا إلي وعلى رغم من كل الإجراءات القمعية بحقهم خلينا نقول يعني إن كان بالداخل أو حتى من وتسليح أيضا مستوطنين وأيضا ميليشيات يهودية مجرد وقف إطلاق النار مبارح الساعة الثانية صباحا كانت يعني المسجد الأقصى الألاف يعج بألاف المصليين بعد الثانية صباحا يعني منتظرين طبعا هذا الأمر كمان انطبق على الضفة الغربية وانطبق على قطاع غزة وكانوا عم يجوا أيضا يعني الفلسطينية 48 كانوا عم يجوا أيضا من داخل الخط الأخضر للقدس وكانت أكثر يعني إذا بدك تعتبرها تراهرة صلاة موجودة بالمسجد الأقصى هون عم بأكد إنه هذا هذا المسجد لنا نعم هذا الأرض لنا هذا المسجد لنا وهذا الإيمان لنا أيضا هذا كله كما حضرتك يؤسس لمرحلة جديدة إن كان على صعيد إذا بدك الواقع الإسرائيلي الداخلي ومستقبل إسرائيل في هذه المنطقة انطلاقا من هذا المشهد أو حتى على صعيد القضية الفلسطينية وتدعيات كل هذا المشهد على اليوم تحرير هذه الأرض بشكل لا لبسة فيه اليوم الحراكة السياسية خلصة إلى ما يشبه الاتفاق ولكن ليس على شكلة اتفاقاء للألفين واثناث وللألفين واربعتاش استهزأت فيه تفاهمات هذه المرة كتبت بالنار وبرؤوس الصواريخ اللي كانت إسرائيل كل إسرائيل تحت مرميها وبالتالي يمكن القول أنها تقوم على معادلة هشة قد تسقط في أي لحظة أم هذا أكيد يعني لا الإسرائيليون يتحدثون عن هدن مستمرة ولا الفلسطينيون ولا المقام الفلسطيني مقام الفلسطيني لم تتحدث عن أي شعب أبدا فيه عمليا في وقف عمليات قتالية بيسموها ووقف عمليات عسكرية لا أكثر ووقف إطلاق النار لا أكثر ولا شيء ما فيه معاهدة السلام ولا فيه تسوية ولا شيء نعم هو كمان إذا لاحظنا على الأقل إذا رجعنا تقريبا لعشر واثناشر سنة ماضين كل أربع خمس سنين عم بيكون في عدوان إسرائيلي يعني بالألفان وثماني كان في الألفان واثناشر في الألفان واربعتاش بس أنه بدون شك أنه بتصور الطرفين أنه عندهم هذه القناعة أنه هذه إذا من أن نسميها هدنة غير مستمرة لأنه ما فيه شيء مكتوب ما فيه شروط سياسية ما فيه اتفاق ما فيه أي شيء علما علما أن الإسرائيليين أيضا وكبار الجنرالات المتقاعدين كانوا بيأملوا أنه هذا يؤدي إلى نوع يعني بقف إطلاق النار أنه يؤدي نوع من صياغة الهدن يعني طويلة المدى هو بالتالي يجلس الطرفين ولو بطريقة غير مباشرة عم بقصة المقاومة الفلسطينية بطريقة غير مباشرة برعاية ما أقليمية أو دولية ويتم التوصل إلى هدنة طويلة المدى هذا ما مشي بس في شيء أساسي أنا برأيي أنه كمان يجب أنه ملاحظته والهكوف عنده أنه هذه المرة المقاومة هي التي بدأت بالحرب أو بالمعركة يعني عندما قالت بأنه عليكم أن تفكوا يا إسرائيليين الحصار عن حي الشيخ جراح وقصفت وهذه مسألة غير مسبوقة يعني عادة أنه بتكون المقاومة أنه رد تفعل على اعتداء هذه المرة عم تقول أنه أنا بدي أبدأ الحرب وبالتالي زمام المبادرة بيدي وساعة التوقيت نعم بيدي فوق ذلك أيضا عندما يتم استهداف العاصمة السياسية بين قوسة تل أبيب القدس والعاصمة الاقتصادية اللي هي تل أبيب وهذا لم يحدث سابقا في كل 70 سنة في استراع العذب الإسرائيليين مرة حاولت كمان ربما نزل صاروخ واحد على القدس بس هذه المرة أنه في حدا عم يطلع يقول أنه إذا تستمر بالحصار في مكان ما أنا بدي أقصد وبالساعة المحددة وهذا تطور كبير بآليات الاستراع هذا يدل على شو على تراكم اليوم أولا تراكم خبرة وبالتالي أنه واضح تماما هن الإسرائيليين كمان يعني يتحدثون أنه كل مرة عم فوت بمعركة مع فصائل المقاومة الفلسطينية بغزة صحيح أنه القوة النارية هي تتفوق فيها إسرائيل بس عم نلاحظ أيضا في تطور بصناعة الصواريخ في تطور بالكفاءة العسكرية وفي تطور أيضا بمنظومة الصواريخ كأعداد يعني أن هن عم بيقول أنه في أربع تلاف صاروخ تم اطلاقه خلال عشرة أيام من خلال يعني من قطاع غزة وقالت أنه هي مفتعدة لي بس أنه ليس حارسين أربعة عشر ألف عشرين ألف خمسة عشر ثلاثين مية ما حدا هن يعني ما هم يقدروا يحددوا الإسرائيليين هذا العدد بس الشيء الأساسي كمان ما نتوقف عنده عندما أنه شركات الطيران الدولية تتوقف الملاحة نعم يعني هذا المرة الأولى يمكن بتاريخ هذا الكيان الغاصب نشوف هذا المشكلة فوق ذلك أنه في تراجع الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة وباء كورونا خمسة وعشرين بالمية أجت عمليات المقاومة هتجمدوا بصورة شبه كلية هذا كمان دفع بنيمين نتنياهو أن يقبل بالأمر الواقع بدي كرر مسأله في معادلة استراتيجية حتى كبار المحلل الإسرائيليين يقولون أنه إذا في حرب ما إذا إسرائيل لا تنتصر يعني هي تنهزم بهذا المعنى اليوم يمكن إعلان هزيمة إسرائيل نعم كل حروبة ما قبل المقاومات طبعا أجت المقاومات اللي هي من لبنان إلى فلسطين اللي هي جيوش غير منظمة أو غير رسمية حتى تقلب كل معادلات المواجهة مع إسرائيل من 48 لا إذا بدك لحد 1982 يعني قد نكون أمام لجنة فينو جراد فلسطينية جديدة هذه على المرة برأيك استيس نوكي وأعتقد نعم في كلام حتى كمان بالداخل الإسرائيلي يتم الحديث عن مثل هذا الأمر وفوق ذلك أنه هذا قد يؤثر وسوف يؤثر أيضا على المستقبل السياسي لبن يمين نتنياهو لأنه كمان أنه في حدا كان عم بيقول له يعني مبارح يعني قبل وقف إطلاق النار أنه يا نتنياهو يجب أن تتنحى وبالتالي أن لا تستخدم العمليات العسكرية التي تجري بين الجيش الإسرائيلي وبين فصائد المقاومة الفلسطينية من أجل عدم المثول أمام محكمة اللي بدت حاكمك بمجموعة من التهم الأخلاقية والمالية وإلى آخره وحتى فيه انقسام كان بمجلس الأمن الوزاري المجلس الوزاري يعني كانوا عنده اعتبار داخلي أساسي خليه يقود هذه الحرب وأنك لا يتوقف لأنه في الاتجاه الذي كان يقوده بن يمين نتنياهو كان عم بقول أنه نحن يجب أن نحقق قوة الردع من خلال الاستمرار بقصف قطاع غزة وإذا اقتدى الأمر ممكن نقصف الضف الغربي يحقق قوة الردع حتى يمنعوا في المستقبل أي استهداف لتال أبيب اللي هي العاصمة الإنصادية أو القدس اللي بيعتبرها العاصمة السياسية في حين أنه الجناح الآخر عم بيقوله أنت لن تستطيع بالأصل أنه في عندك إشكالية تيد الإشكالية الأولى أنه الهجوم البري على غزة هذا مستحيل مستحيل والمسألة الثانية أنه أنت أن تحرز انتصارا عسكريا بمعنى تنزع سلاح المقاومة بغزة كمان هذا أمر مستحيل بس المفارقة أنه للمرة الأولى يعني ما طلع إذا بدك هذا العنوان ما كان أحد الأهداف الأساسية اللي أعلنت عننا إسرائيل هو إنهاء المقاومة هذه المرة كما في المرات لذلك هناك نوع من الطرفة بدأت منذ أمس يعني تنتشر أنه بكرة بيطلع محمد ضيفل بيحكي بكرة بيطلع أبو عبيدة بيحكي بكرة بيطلع السيد حسن بيحكي بس نتنياهو شو بده يحكي يعني بهذه الطرفة أمام تغير كبير في المشهد وفي المعادلة بهذا المعنى يعني يمكن لما بتقول أنه إسرائيل يوم تنهزم عم بتقولها بشكل واضح يعني بهذا المعنى لم يكن أحد من يعني في داخل هذا الكيان الغاصب يتوقع ما فعلتهم بقاومة في غزة وأنه اليوم يمكن القول بأنه إسرائيل هي في أزمة عقل سياسي وعسكري واستخباراتي أستاذ توفي وأم تحديات أمنية بدون شك استخبارية واستراتيجية وأنا عم قول الكلام الهني عم بيرب أنا مش عم بيحكي من عندي أنا عم حاول إنقل ما أقرأه في وسائل الإعلام الإسرائيلي وما أشاهده أيضا من تحليلات أيضا نعم هم يقولون بأنه فشل في فشل أمن لأنه أنت ما قدرت تحددت أنه حماس ممكن تدرب أو ما تدرب طيب وان فإذن الموساد المسألة الثانية أيضا أنت كمان ما قدرت تحددت نوعية الصواريخ التي يمكن أن تستخدمها المقاومة الفلسطينية وأيضا أنت ما قدرت تحددت أنه هذه رقعة النار ممكن أن يعني دائرتها تتسع ليس فقط إلى القدس بل إلى مناطق فلسطينية أخرى كان بتل أبيب أو بمحيط تل أبيب والمسألة الثانية أنت ما عارف شو هي نوعية الصواريخ أيضا التي عند فسائل المقاومة الفلسطينية لأن التحيلات العسكرية بإسرائيل عم تقول أن المقاومة الفلسطينية تمتلك صواريخ يعني حوالي مداها 42 كيلو متر في حين أنه البعض بقول لا 120 البعض بقول 160 يعني ما قادرين فهون في فشل استخباري حقيقي المسألة الأخرى أيضا أنه أي مواجهة مقبلة أي مواجهة مقبلة سوف يؤخذ بالاعتبار بأن القدس وتلقبيب هي تحت مرمى النار وهذا بدي أكد أنه مسألة لم تكن موجودة على الإطلاق هذا بزيد إذا بدك من أزمة إسرائيل بشكل أساسي لأزمتها الوجودية نعرف نحن نطيل في الفترة الماضية تقديرات الاستخباراتية كانت تقول أنه في أزمة وجود حقيقية يعاني من هالكيان بأنه شن أي حرب في هذا التوقيت هو أقل كلفة من أي حرب قد يشن هذا الكيان في مراحل لاحقة صحيح يعني أنا من من الأشخاص الذين يجازفون بالتفسير وبالمعنى ولا يغامرون وبس وقت اللي عمقول أنه هذا تغير حقيقي الذي حصل هو فعلا تغير حقيقي وقت اللي عمقول أنه في تحديات أمنية على المستوى الاستراتيجي فعلا لأنه الإسرائيليين عم بقولوا هذا لم يكن موجود في الصبر لا بدأ بالألفان وستة بس التكرس الآن الشيء الآخر أنه وقت أنه إسرائيل الآن يتم الحديث عنها كمان من المحللين الإسرائيليين أنه دولة قوية بس لكنها غير آمنة يعني شوفي منها معادلة متضاردة مع بعضها يعني أنه إسرائيل والفلسطيين على حد السيكين اليوم يعني أنه دولة قوية عندها يعني تقريبا من الجيوش الرئيسية على المستوى العالم ولكنها بالوقت نفسها غير آمنة وخصوصا مع الانتفاضات التي حدثت داخل أراضي 48 هون كمان السؤال هون في أزمة إذا بدك لا يقين عما يمكن أن يصدر عن الطرف الآخر عم بعيشها اليوم هذا الكيان الغاصب بمطرح من المطارح قلت أنه لم تكن تتوقع اليوم إسرائيل هذه الصواريخ وهذه القوة وأن تكون تحت مرمى النيران طبعا المقاومة الفلسطينية ولكن هل كانت تتوقع ردة فعل الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني لا أكيد لذلك يتحدثون عن حرب أهلية هم يتحدثون عن قرب أهلية لا 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 يمكن الحديث عن حرب أهلية لأنه ما في ما إلى عناصر لا يمكن الحديث أنه اليوم في كيان الغاصب في صاحب الأرض الحرب ليس بمعنى أنه حمل سلاح بس أنه على الأقل الإضطرابات التي يمكن أن تحدث هكذا كمان هم يتحدثون بين في البلدات والمدن المختلطة اللي فيها عرب واللي فيها كمان يهود فهذا حدث يعني حدث الكثير من الصدمات والمواجهات على مستوى الجماعات وعلى المستوى الفردي في العديد من القرى والبلدات والمدن الفلسطينية وفي بعض أحياء المدن الكبرى هذا مثل هذا حدث هذا لم يكن في السابق لذلك أنه عندما لجأت السلطات الإسرائيلية إلى تسليح يعني بعض الأحياء اليهودية وتزويدها أيضا ببنادق ولو كانت بنادق رشيشي أو قنابل هذا بيعني أنهم يعيشون تحت دائرة الأمن الخطر يعني هون فرشلة سياسة الاحتواء إذا بدك عند العدو اللي مارسة كل سنوات الماضية لذلك المعنى يعني أعتقد يعني طبعا هني يعني كان فيه قناعة تامة أنه هذه إسرائيل يجب أن تكون دولة يهودية بس بحكم الأمر الواقع كان في حوالي مليون وسبعمائة وخمسين ألف أو مليون فلسطيني داخل أراضي الخط الأخضر أنا برأي بهذه بهالعشر تيام الذي نأمره أنه أصبح الإسرائيليون على قناعة كاملة ومطلقة بأنه هناك صعوبة في اندماج الفلسطيني مع الدولة الإسرائيلية أو مع النظام الصهيوني في قناعة كاملة وبالتالي عندما يتم الحديث عن حرب أهلية هني عم بشوفوا لا أدام أيضا أنه في نقطة زمنية ما أنه هذا المجتمع العربي هو اللي بد يثور على هذه الدولة وهنا تكون الطامة الكبرى بالنسبة لأيلون هذا اليوم كمانا بيفرض سؤال أساسي يعني اليوم ما الذي يمكن أن تفعله إسرائيل إذا بدك بعد اليوم بعد هذه الهزيمة بعد كل هذا التحول اللي عم نحكي عنه هلأ بتروح لتكون أكثر إذا بدك وحشية وأكثر عنفا مع فلسطينياء الداخل أم أنه ستلتزم آخر شيء بمعادلة ردع كرستها مقاومة غزة هذه المرة عبر هذا الربط الحاصل يعني مع كل المدن أنا برأيي هوني ممكن نشوف الأمور بالسياسة البعيدة يعني عمليات التطبيع التي كانت جرت يعني هالسيني واللي واللي سباقها أيضا ومشروع صفقة القرن اللي هو كان ذاهب إذا بدك نحو استعاب المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمهم للكيان الإسرائيلي أنا برأيي الإسرائيليين في المرحلة المقبلة جدا بدون يوقفوا قدام هذا التطبيع الهاش واضح وبالتالي أمام محاولات أيضا دم المزيد من المناطق خصوصا المناطق المحتلة في العام 1967 وأنا برأيي هوني بدأت ترتفع وسيلة الحديث عن حل الدولة التهين بس هون بما فيها دول مطبعة استيس توفي يعني لما بنحكي عن إعادة نظر عند الداخل الإسرائيلي بما فيها أيضا دول مطبعة أنا برأيي أنه نعم حتى هذا قد يتم وشفنا يعني أنه صحي في بعض المواقف ربما كان من المناسب أنه عدم إطلاقها من قبل بعض الدول العربية بس برضو أنه إدانة المقاومة كانت خجولة واضحة بس خجولة مش كتير يعني عالية المستوى كان أفضل برأيي إلا أنه على الأقل الحليم اللي بيشتغل بسيطة لأنه كيفية وحشية كبيرة من قبل العدو الإسرائيلي أنه ما حدا قدر اليوم يغطي عليها أو يجملها بمطرح من المطارب صحيح أنه هذا النظام أو الموالين للنظام أو إذا بدك الذين يحاولون قدر أن يكونوا ناطقين باسم هذا النظام أو ذلك طبعا أنه بالأخير في جمهور داخل بلدهم لا يستطيع أن يتحمل هذه المشاهد التي كانت كل هذه حرب كنا نشو يعني شفناها بتفاصيلة على الشاشات وبالتالي ما في حدا يعني يستطيع أن يقول بأن الإسرائيليين لم يفعلوا بتحاولوا إذا بدك حتة يعني تشويها إعلاميا بمعنى أن التصويب أو التركيز على مشاهد إسرائيل تحديدا للقول بأن المقاومة هي التي تلحق الأدى وبدلر بإسرائيل وليس العكس وهون تعمية المشاهد عما جرى في غزة من مشاهد وحشية صحيح خاصة في اليومين أو ثلاث أيام الأولى كان فيه تركيز من قبل بعض وسائل إعلامي الموالية لهذه الأنظمة كانت تقول بأنه أن المقاومة الفلسطينية أخطأت وبالتالي حتى أن البعض طلع على أنه يجب القضاء على حماس يعني على بعض فصائل المقاومة الفلسطينية استعودنا نسمعون هيدول بس الشيء الأساسي أيضا اللي غطى على هذا هو المواقف الغربية وتحديدا يعني كمان هون لابد يعني أنه أشر أو شيء إلى متغير واضح بالموقف الأمريكي وين بيان يعني بهذا الشكل اللي حضرتك يعني على سبيل المثال هلأ طبعا مناش نمدح بالسياسة الأمريكية بس بدي ألحظ المتغير الذي حدث أول شيء في أربع اتصالات تليفونية حدثت كان يعني بين بايدن وبين بنيامين نتنياهو منذ يوم السلساء بيقول له أنه يجب وقف إطلاق الناد عم يعطي أمر فعلم أنه عطاه هامش من الوقت يعني هو كان يستطيع كمان الضغط على نتنياهو لإيقاف هذه العملية العسكرية بشكل أسرع الأمر كان كانوا يعملون على سلاس دوائل الدائرة الأولى ما بدون يطلعوا بيان من مجلس الأمان وكانت عم تقول المندوب الأمريكي بمجلس الأمان أنه البيانات العلنية لن تؤدي إلى شيء يعني خلوا الأمور للعمل السري أو العمل الدبلوماسي وكانت الدبلوماسية عم تشتغل الأمريكية المصرية القطرية بصورة بصورة أساسية المسألة الأخرى أيضا أنه لا عندما يقول بايدن لبن يمين نتنياهو أنه بدأت توقف إطلاق النار أنه عم يعطي أمره حتى لو أنه مش عم يطلع بمؤتمر صحفي يقول لأ ذلك حتى مبارح أيضا يعني اليوم كل وسائل الإعلام عم تقول أنه مبارح قبل وقف إطلاق النار أنه يجب وقف إطلاق النار خلال ساعات عم يعطي أمر يعني هذا كمان شو بيان أنه بيان أنه قرار الحرب أنه ليس في يد الإسرائيليين أيضا هو في يد الغرب وتحديدا في يد الولايات المتحدة الأمريكية بس تعودنا دائما أنه أي أحرب تشن إسرائيل إذا ما كانت حاصل فيها على ضوء أخضر أمريكي لا تستطيع أن تشن هذه الحرب يعني هذه خلال كل المرحلة إذا بدك وتريخ الحروب الكبرى هذه الحروب خليني بدي فصل أكتر بهذا الموقف لأنه حضرتك عم تحكي عن تغير يعني إذا بدك جوهري بموقف الأمريكي يعني خلين نقول مؤشرات تغير بس بدي أطلع بفاصل ومن ثم نواصل نتابع السياسة اليوم وضيف الأستاذ توفيق شومين كنا نسأل عن المتغير اليوم فيما يتعلق بالموقف الأمريكي تحديدا اليوم نحن أمام شو تغير بالنظرة الأمريكية تجاه إسرائيل أم المقاربة اختلفت عن المقاربة اللي نحن متعودين عليها واللي تظهرت بشكل كبير إذا بدك لحد التماهي بين ترامب من جهة وبين نتانياه ومن جهة أخرى يعني لأول مرة على سبيل المثال بالكونغرس الأمريكي تحديدا مجلس النواب هناك أصوات تقول بضرورة تجميل صفاقات الأسلحة مع إسرائيل ما كنا نسمعها ما كنا نسمعها الشيء الآخر أيضا لأول مرة في الكونغرس ونحكي عن الحزب الديمقراطي بالتحديد كما نسمع أصوات بيشبه النظام الإسرائيلي بالنظام العنصري في جنوب أفريقيا أيضا هذه هي سابقة بدون شك هو يعني الرئيس جو بايدن أنه حاول هذه الطيارات اللي هي داخل الحزب الديمقراطي أن يوحد فيما بينها أنه ما يطلع من السياسة التقليدية الأمريكية التي دائما تتبنى الخطاب الإسرائيلي والممارسة الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلي وبالوقت نفسه هناك تنامي واضح فيما يسمونه الطيار التقدمي أو اليساري داخل الحزب الديمقراطي بس كمان أريد أن ألحظ مسألي في غير الأهمية أن العلاقة الشخصية بين جو بايدن وبين بنيمين نتنياهو أيضا ليست سوية وإلى درجة يعني البعض يعني لا يوجد كيمياء كيمياء مفقودة نهاية وخصوصا أن هذه العلاقة هو ليس فقط وكمان كان نائب الرئيس لباراك أوباما يعني 8 سنوات نائب رئيس للرئيس السابق واللي كان التباعد كبير بين الشخصيتين نعم وهو كان يتابع هذه الأمور بالتفاصيل يعني في 8 سنوات من الاحتقان بين الطرفين ولاحظنا نحن أنه تقريبا بعد أكثر من شهر ما وصل الرئيس جو بايدن البيت الأبيض حيث تتصل بنيمين نتنياهو بسهنش ما يصير في مغالاة بالتحليل يعني أو أزودك إفراد بالتفاؤل عند البعض للقول بأنه قد نكون أمام تغير بالنظرة الأمريكية لأنه آخر شي يعني سياسة سياسة إسرائيل هي سياسة هذا النغرب يعني حتى مبارح بعد ما وقف إطلاق النار قال نحن ملتزمون بأمن إسرائيل يعني هذا لا يمكن أنه يتزحزع عنه بسأني قالت أنه في مؤشرات لابد الواحد أنه يلحظها وربطها كمان بالأخير أنه يعني بدون شك أنه الموقف الأمريكي مش هده يعني انقلاب دراماتيكي ولا انقلاب راديكالي كمان في السياسات بس هنا يتعلق هذا الموقف بس فيه متغير بدي ألحظه بس هنا يتعلق كمان إذا بدك بواقع أمريكا في المنطقة تحديدا بعد هذه السنوات لأنه نعم فيه وبواقع اليوم العلاقة يعني إذا بدك التفاوض القائم بين الولايات المتحدة وبين الجمهورية الإسلامية من جهة أخرى يعني كل هذه عوامل دخلت على خط هذا الموقف لتظاهره بهذا الشكل يعني أنا برأي واحدة من المؤثرات حكينا عن المؤشرات نعم نحكي عن المؤثرات في المرحلة المقبلة أنه لن يستطيع أو لن يستطيع بن يمين ناتنيان في المرحلة المقبلة أنه يقف حجر عثرة أو يحاول إذا بدك يخربت في المفاوضات النووية بين أمريكا وبين إيران اليوم بعد هذه الهزيمة التي تلقاها في موقع الضعف أيضا يعني هذه واحدة المسألة الثانية أيضا أنه الكلام يعني الذي بدأ إذا بدك خجولا وعلى حيي منذ سنوات أنه إسرائيل قد تتحول في مرحلة ما إلى عبء على الغرض بدأت يعني شفنا الموقف الإلماني شفنا الموقف البريطاني مش هل صارم الموقف الفرنسي صحيح أنه الرئيس الفرنسي اتصل ببن يمين ناتنيان بس أنه ليس موقفا صارما أيضا كما اعتدنا على هذه المواقف في مراحل سابقة أيضا الموقف الأمريكي يعني أعود وأكرر أنه هذا ليس تغييرا دراماتيكيا يعني بهذا المعنى أصبحت إسرائيل يوم تشكل هذا العبء هذا يبنى عليه هذا يبنى عليه في المستقبل يعني عمليا اللي أعلن وقف إطلاق النار هو جو بايدن قال له بدك أربع مرات بس كمان كان هو قادر على الاستمرار بحرب إذا بدك عبثية لا طبعا لا بلق أهداف فيها إلا الأبرياء والأطفال والنساء بنيمن نتنياهو كان عم يشتغل إذا بدك على قاعدتين أو على ركيزتين ركيزة الأولى يعني فيه مخيلته أسئلة كثيرة من ضمن مستقبله السياسي ومحاكمته أيضا والثانية أيضا استراتيجي أنه هذا الإنجاز اللي عملته المقاومة الفلسطينية وتحديدا استهدافة الأبيب والقدس أنه هذا يجب أن لا يتكرر كيف يجب أن لا يتكرر من خلال الردع من خلال تحقيق قوة الفلسطينية ما مش الحال ما مش الحال وهذا اللي عند الإسرائيلي قد يكون عينة عن ما يمكن أن تشهدوا أي حرب مقبلة فيما لو تسعت الجبهة إلى مكان آخر يعني أو دخول حزب الله والمقاومات الأخرى وهو عم بقول أنه هذا الذي جرى في قطاع غزة أنه قد يكون شيء مصغل عن حرب ما كالتجري في جبهة الشمال وقت اللي عم بقول في جبهة الشمال يعني نعم يقصد المقاومات هيدا اللي منعوا من التوغل البري برأيك يعني هيدا أحد العناصر الأساسية اللي ما خليه يفوت لأنه شفنا أنه كان هو يهدد بهذا الموضوع ولكنه لم يستطع هدى نقل أنه نقل عنه بالاجتماع الوزاري الأمن المسغر أنه في عملية برية بس أنه كمان الذي سرب هذه المعلومات كانوا يقولون بأنه صحيح وقال ذلك ولكن ما في أي خطة عملية لأنه كمان أنه قيادة الأركان الإسرائيلية ليست معه في هذه الإجابة إجابة الإجتياح قطاع غزة أنت في عندك ما هو قطاع غزة كله 365 كيلو ماتر في حوالي مليونين نسمي أنت وقت أمله هجوم بري على يعني أنه فيه مليونين مدني مليونين فلسطيني معرضين للنزوح لو هم بدون ينزحوا على مصر هل توافق مصر؟ لن توافق مصر يعني حتى بالألفان وثماني كان يعني فيه ثلاث سنوات من إنسحاب من قطاع غزة وما كانت أصلا يعني العلاقات الفلسطينية العربية أو قطاع غزة مع العلمة العربي لم تكن يعني بذلك لا بذلك العداء ولا بذلك إذا بدك كمان الإيجابية بس كمان بالألفان واثنائش هدد وبالألفان واربعة عشر هدد لا أنا برأيها دي مش كبيرة بس بهذا الوقت كانت حماس عم تعلن أنه اليوم هناك تنسيق كبير مع كل المحور وبالتالي كيفي رسائل واضحة عم توصل عند الإسرائيلي بشكل حتى يعني المبارح العميد قاني ووجه تحية لمحمد ضيف وأنا أعتقد يعني ما بدي أقول أنه عندي معلومات بس أنا على يقين بأنه لأنه فيه كمان رسائل رسائل رح تطلع من قطاع غزة من القيادات العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي ومن القيادات العسكرية أيضا لحماس بتوجيه رسائل إيجابية للبنان ولا سوريا ولا إيران شفنا بارك كمان المشهد في سوريا صحيح حتى الكلام الذي نقر هذا عن رئيس الأسد وقت اللي نحكي عن حماس قال كل المقاومين وأنه مرحب فيهم وحتى كمان الكلام اللي قاله أسامة حمدان كمان أنه قاله دمشق دائما يعني خلاص التأم الجروح فينا نقول لا أنا بعرف أنا بعرف أنه هذا يعني هنا فيه إحكي معلومات أكيد أنا سميعا من قيادات من الطرفان يعني عم نشغل عليها من سنوات وفيه قيادة فلسطينية أدرا كم بتروح على دمشق وكلنا بنعرف أنه رئيس المكتب السياسي يعني السابق لحركة حماس كان فيه عنده مشكلة وحتى إسماعيل هنية قال بس أنا عم بحكيك يعني المعلومات اللي بعرفة وأنا سمعه أنه دائما عم بيكون يعني في محاولة وساطة أيضا وبعتقد أنه السوريين بتصور أنه بعد الانتخابات أيضا نحن أمام مشهد آخر بدي أحكي عن الانتخابات وبالتالي حماس ما فيه عنده مشكلة والسوريين كمان عم بقولوا وهذا كمان فيه نوع وهذا مبارح الموقف يعني ظهروا بشكل كبير أنه فيه نوع كمان أنه خلص النطو الصفحة الماضية وأهلا وسهلا فيكم ومبارح كمان الرئيس عم بقولوا أنه مخيم اليارموك أنه هذا مسئولية سورية سوف تعيد بناءه الدولة السورية وحماس حضرة أنا بتصور عملك أنا نسمع من قيادات حماس أنه هن ما فيه عنده المشكلة مع سورية كل هذا المشهد والوحدة الفلسطينية الداخلية برأيك اليوم سيتم العمل على زرع هذا الشقاق مرة جديدة لأن البعض يعتبر بأنه هلأ المحاولات لترسيم اتفاق سيحارب إذا بدك من الجميع بالسياسة في المرحلة المقبلة لوين نحن رايحين يعني البعض كمان كان عم يتخوف من أنه قد نكون أمام عدم استثمار هذا الانتصار عبر تضيعه بهذه الانشقاقات والانقسامات الداخلية الفلسطينية هو هذا الشيء المحسف مبارح أدرا كنت عم بحكي مع حدا من غزي وحدا من رماله يلا بنقول شيء شخصي فأنه عم بقوله أنه كان الرئيس سياسي العرفات والشيخ أحمد ياسين ألا يرحمه اتنين صحيح أنه كانوا كل واحد باتجاه سياسي ولكن بالوقت نفسي أنه كان عندما تصل الأمور إلى حالة الانقسام أو احتمال المواجهة كان الطرفان يتراجعان بالتنسيق مع بعضهم البعض أو بدون التنسيق مع بعضهم البعض فبمعنى من المعاني أنه كان هناك خطوط حمد يدركها تماما الشيخ أحمد ياسين ويدركها تماما أيضا الرئيس سياسي العرفات أنا برأيه هو كمان أحدهم كمان هو بقول أنه هذا أيضا أنه يجب أن تعي القيادات الفلسطينية كان بالنسبة للسلطة الفلسطينية أو بالنسبة للفصائل الأخرى أنه في خطوط حمد الانقسام الفلسطيني يجب تجاوزه المقاومة أو هذه المواجهة أو هذه الحرب أو شبه الحرب أو هي أكبر من المعركة عملت نوع من اللحمة الوطنية الفلسطينية يجب المحافظة عليها من خير التقارب السياسي بس هنا الشارع سبق القيادة دائما الشارع بالعالم العربي يسبق القيادة صحيح يعني هون يخليها أو ألزمها لهذه القيادة بأن تنجار خلصة يعني كنا شايفين نحن قبل العدوان هذا أنه هناك اتجاه لإجراء انتخابات فلسطينية وكان فيه تنسيق من السلطة وبن حماس بلحظة ما أنه الإسرائيليين قالوا أنه نحن ما ممنى نسمع للمقدسيين بالتصويت فهذا كانت سبب بتأجيل على الأقل هكذا سلطة الفلسطينية تقول أنا برأي في شيء أهم الآن لأنه في أسئلة استراتيجية سوف تطرح بعضهم منه حول حل الدولتين أنا ما تستبعدي حتى كمان عم نقول الكلام أنه بالواشنطن بوست باليوروك تايمز أيضا مبارع عم ينحكى عن إقعاد إحياء حل الدولتين بصورة أساسية وهذا اللي عبر عنه بايدن يعني خلال الحمد وهذا أصلا هو مشروعه كمان أنه على الأقل يعني على مستوى الخطاب بالسياسي وحتى بالحامة الانتخابية وحتى وقت اللي ألقى أول كلمة لقيله بوزارة الخارجية الأمريكية بعد استلامه لمهامه الجديدة وكانت كلمة يعني كلمة تاريخية حكي عن حل الدولتين وإن كان أنا ذاك يعني لم يعطيها الحق المفترض والمطلوب بالتفصيل أنا كان عم يحكي عن ضرورة توقف حرب اليمن وبالتالي عن إعادة إحياء المفاوضات النووية مع الجمهورة الإنسانية بس أديش اليوم إذا بدك فرضت نفس القضية الفلسطينية أولوية هذه المرحلة يعني لم يكن يعتبرها أولية لأنه كمان بيعرف أن هناك علاقات معقدة مع إسرائيل أول وعلاقات شخصية معقدة مع بنية ناتنياهو مسألة تالي أنا برأي هذا الذي جرى الآن في قطاع غزي والإنجازات التي تم تحقيقا من قبل المقاومة الفلسطينية عادت تقديم القضية الفلسطينية تعولوية إلى نقطة أولية تماما مثل حرب اليمن مثل أيضا المصالحة النووية يعني بهذا المعنى هذا ما بيعني أنه أنا بقرأ رأيه يعني والله على تسوية حقيقية صحيح أنه قد يكون هناك على الأقل نقطة الانطلاق من أجل إعادة أحياء بس بهذا المعنى أي تسوية اليوم يعني يجري إذا بدك رسمة للمنطقة لن تكون القضية الفلسطينية غائبة عنها يعني على هون إذا بدك ذهنية مختلفة في التعاطي يعني حتى ما أقول مختلفة كليا بس أنه على الأقل أنه في معطيات وفي عوامل جديد بس يصعب إمكانية التوصل إلى تفاهمات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الاعتبار بأنه اليوم ما ينظر إليه على أنهم يعني إذا بدك يعني اليوم المقاومة لأحد أو الأدرع مثل ما بينقال عنهم الإيراني في المنطقة اليوم هذا النفوذ الإيراني اللي كان عم بشكل بشكل أساسي كمانا مشكلة أساسية عند هذا الغرب وبالتالي اليوم أصبح بمتناولها هذه الصواريخ الدقيقة وهذه الصواريخ يعني البعيدة المدى وبالتالي هذا يصعب ينعكس بشكل سلبي مثلا يا سيدتي يعني هنا بصورة عامة أنا بأعتقد الأمريكان مش هلقد شايفين يعني أنه والله أنه حتى يعني هنا حتى ترحوا من المفاوضات 2015 من لحظة بدء المفاوضات السرية مع إيران بسلطنة عمان بالأواقل 2013 طرحوا مسألة النفوذ ما يعتبرونه النفوذ الإيراني في المنطقة والصواريخ الدقيقة الإيرانيين طبعا رفضوا قالوا أنه نحن أنه ممكن نفاوض فقط على الأقل يعني بالمرحلة الأولى حاول البرنامج الصاروقي المحادثات اللي أيضا يعني جرت بفياما طرح هذا الأمر يعني أنا برأيي أنه في مرحلة زمنية ما أنه في نوع من اليالتة صغيرة بدأ تصير في المنطقة يعني الأمريكان يدركون بعدك مصر على شو بدأ بالخطاب السياسي الذي ممكن أن نسمعه من بعض الأطراف العربية أنه بالأخير أنه الأمريكان وحتى الغرب أنه بيتعاطى ضمن ما يسمى بالتاكيوف الاستراتيجي أنه أنت ما فيك تطلع إيران من المنطقة لماذا؟ لأنه في عندها حلفاء محليين أنه أنت شو بتعمل على سبيل المثال باللبنان شو بتعمل بسوريا بتقلع النظام ما قدرت أنه شو بتعمل حوالته عملت حروب شو بتعمل باليمن بتكيب حركة أنصار الله بالبحر مثلا كمان إنه ما فيش بتعمل بالعراق أيضا فإذن في شيء من التكايف الاستراتيجي وعيين وتماما في خط أمريكي هكذا لذلك مش كتير أنا برأي كان الأمريكان بركزوا على النفوذ الإيراني بقدر ما بعد القوى والمناوئة والمخاصمة تحديدا إسرائيل وحلفاء في المنطقة خلينا نكون واضحين بالضبط فمن هون يعني برأيي أنا في مرحلة ما نعم هون بطل على السؤال اللي حضرتك سألتي وفي مرحلة ما بده يصير في نوع من التفاوض بده يصير في رسم مواقع نفوذ بين الأطراف وهذا شيء بالسياسي أمر كتير منطقي وكتير وكتير طبيعي الإيرانيين بيعرفوا هايك الأمريكاني بيعرفوا هايك الغرب بيعرفوا هايك وكل من يعمل بالسياسي يعرف هكذا أيضا لأنه هذا له انعكاس على القضية الفلسطينية أو على مسار التسوي الفلسطينية أكيد أو على واقع المقاومة الفلسطينية بس أنه هذا ليس كما في الفترة السابقة لأنه كانت المقاومة أنا ذاك في موقع الضعف أو موقع شبه محاصر لأن بعد هذا الذي حدث لا أنا برأيي في أوراق قوة جديدة أيضا امتلكتها اليوم إذا بدي اختم لأسأل عن خيارات إذا بديك إسرائيل في المرحلة المقبلة خصوصا أنه سياسة تقليب الرأي العام ضد المقاومة من خلال سياسة تدفيع التمن اللي ميرستها إسرائيل لم تنجح ولم تؤدي إلى نتيجة ومثل ما حضرتك قلت أنه المفارقة هذه المرة أنا ما شفنا هذا الخطاب العالي السقف يعني ضد المقاومة كما تعودنا في فترات سابقة بالعكس كنا أمام التحام هذه المرة يعني مع الفلسطينيين في الداخل والمقاومة الفلسطينية المسلحة هيدا يؤسس لشو أن تكون خيارات إسرائيل في المرحلة المقبلة خيارات أكثر ضعفا أو الهوامش تعيطها أقل أم ماذا طبعا كل الذي ذكرتي بدون شك هذا وارد من دائرة الاحتمالات الإسرائيلية والأسئلة الإسرائيلية لكن أنا برأيي أيضا في نضيف عليهم أنه في واقع أمر لم يكن سابقا على الأقل إذا أريد أن أعتبر الحدود الإسرائيلية كان في لبنان أو كان في إسرائيل في شيء اسمه إذا بدك الجيوش غير النظامية هذه بدأت تشكل خطر حقيقي على إسرائيل واللي أسقطت الحدود وأثبتت نجاحات غير مسبوقة أنا برأيي أنه هذا كله يدخل في مجموعة تحديات الأمن القومي الإسرائيلي أنا عم يحبوا فيها بس هلأ كان راستة بدأت تظهر هذه كذا ستة أنا شو بدي أعمل بلبنان أنه بـ 82 على سبيل المثال فيه أطلب أنه المقاومة الفلسطينية أو رجال المقاومة الفلسطينية أو مقاتل المقاومة الفلسطينية يطلعوا من بيرون بس أنا شو بيرمى من لبنان بأنه للسكان يطلعوا بس هيدا شو بيفرض على إسرائيل مرحلة جديدة من المواجهة؟ أنا برأيي أنه بيفرض إعادة الاعتباء أو إعادة مراجعة المسألة السياسية على مستوى المسار التفاوضي المسألة الأمنية أيضا والمسألة الثالثة أيضا علاقاتها مع الغرب وتحديدها مع الولايات المتحدة الأمريكية يعني شفنا هذا الغرب ما كان معجب مثل ما قالت بأداءة يعني ومعبر بشكل واضح هذا اللي أول مرة يعز كمان هو اللي بدي نشوفهم أنا برأيي أنه هذه العوامل الثلاثة التي ذكرناها بدون شك بدأت طرح أسئلة كبيرة جدا على القيادات السياسية الإسرائيلية وهون كمان واحد من المشاكل الأساسية بإسرائيل أنه لم يعد لديها قيادات تاريخية كما كانت في السابق يعني واحد على سبيل المثال مثل إسحق رابين خاد قد للحروب هو اللي راح على يعني هو اللي راح على اللي راح على أصله واللي راح على التسوي طبعا قتل بالخمسة وتسعين يعني فهذه القيادات الحديثة والجديدة أيضا التي تفتقد للمشروع الاستراتيجي كما كانت الحركة الصهيونية الأولى والقادة الصهيونية الأولى هلأ غير موجودة بس هون قده تز الوعي الإسرائيلي عنده عند الشعب الإسرائيلي تحديدا أنا شفنا أنه هي معركة وعي بالدرجة الأولى عند الفلسطيني اللي آخر شيء كسر كل هذه القيود وبعده هذا الوعي انفجر للقول بأنه قضيته قضية حق بالوقت اللي بالمقابل شو؟ يعني أنت إذا بتشوف في هلأ بتحس بمنسوب يعني حالة العنفوان اللي موجودة عند الفلسطيني في حين أنه لأ نزل هذا المنظوب عند الإسرائيلي وهذا أنا برأي بحد ذاته يعني مسألة غير مسبوقة ويجب ملاحظة يعني هيكون إلى تداعيات من خلال هجرة جديدة اليوم إذا بدك معاكسة يعني أنا برأي أنه امتلت حتى مسألة الهجرة يعني ما بدي كمان غامر بهذا بس أنه على الأقل يعني بدي أقول أنه كمان يعني الوافدين الجدود أو المهاجرين الجدود صار الكثير منهم أيضا يعني توقف عند بوابات الإيجابة أنه أنا برأي بطلع بعيش بإسرائيل ولا ما بطلع بعيش بإسرائيل المسألة الأخرى أيضا اللي بدي أكد علي أنه وقت اللي بتكون تل أبيب هي عاصمة أو هي مدينة الاتصاد الإسرائيلي مع العالم تكنولوجيا وسياسيا وماليا وصناعيا كمان أنه هذا بدي أثر في المرحلة المقبلة على الاستثمار وعلى كل إذا بدك يعني الوعود والأمال اللي كانت اليوم معقودة نحن نحن هلأ أنه هذا المعركي هذا المعركي أنه إجت على باب الاصطياف صحيح وكيفي وعود وأمال كبيرة موعودة وشفناهم كيف كانوا عم يطلعوا من الشاطئ يعني كمان أنه مرعوبين وهذه المشاهد يعني تم تداولها في كل العالم وهذا أنا بيعتقد أنه كله بدي أثر بالمرحلة المقبلة وأنا يعني أعود واقع كذر ما أقرأه ومن خلال ما أسمعه هذا من تحليلات لكبار المحللين والسياسيين الإسرائيليين في أسئلة استراتيجية كبرى على المستوى الأمني وعلى المستوى الاقتصادي وعلى مستوى الهوية أيضا داخل إسرائيل تعفتش كلفتني بمقالك عبارة قلت عن يعني إذا بدك العلاقة بين سور وغزة نعم أنه غزة زوجة غزة هي زوجة سور بأي معنى تاريخيا عام خلفية تاريخية ويقوت الحموي بمهجم البلدان باعتبار أنه غزة هي مدينة فينقية بس أنا عم بذكر أنه عم تقولي بمقالي صحيح وهذا الشغلة أنه هو الساحل يعني الساحل السوري اللبناني الفلسطيني هو ساحل يعني هو ساحل فينيقي ساحل ساحل الواضح واحد وكمان هنا أريد أن أذكر أنه يعني مملكة سور أنه ما كان يمتد نفوذة لحيفا ولما بعد حيفا وكمان كان يمتد نفوذة لسوريا فمن هون أنه الكلام اللي بيقوله يا قوت الحموي بمعجم البلدان أي حدا يعني في يشوفه أنه غزة أنه هي زوجة ملك سور وبالتالي هو الذي بنى هذه المدينة هذا يعني طبعا نحن عم نحكي عن 2000-3000 سنة إلى الوراء ولكن نحن نتحدث عن بس أنه في يعني في على الأقل هذا الاحتمال وكان هذا متداول في الكتب التاريخية السابقة وعم بيستشد مرة أخرى بيقوت الحموي واحد من أهم مراجع الكتب في العالم العربي وتختم المقال بالقول أنه بتقول أنه يتحدث بنيابين نتنياهو في كتاب ومكان تحت الشمس عن حوار دار بينه وبين رجل فلسطيني عجوز من مخيم جباليا نتنياهو يقول له من أين أنت يقول الفلسطيني من المجدل ونتنياهو يقول له هل ستعود إلى المجدل فلسطيني إن شاء الله يحل السلام ونعود إلى المجدل نتنياهو إن شاء الله يحل السلام وأنت تزور المجدل ونحن نزور جباليا الفلسطيني يقول نحن نعود إلى المجدل وأنتم تعودون إلى بولندا يعني إذا بدك هيك معبر هذا الحوار بين الفلسطيني الصحيح ويقعطيك اندفاع أنه لا وده بأكد سنحرر هذه الأرض وسيعودون عجوز فلسطيني ربما بلغ من العمر يعطيها وبالتالي لم يعود لديه من ولم يفقد الأمل وليس فقط في خريف العمر في شتاء العمر ومع ذلك لم يفقد الأمل وبده يورد الأمل لأولاده وهي ده اللي عبر عنه أجيال فلسطيني يعني كل الريهان كان هني كانوا مراهنين إذا بدك على تعاقب الأجيال أنه نحنا منطلع الجيل الأول الجيل الثاني يكون أقل حدي الجيل الثالث بيجي ناسة قضية لاحظنا بكل هذه الانتفاضة حتى بالذين تضامنوا في المرحلة الأولى مع حي الشيخ جراع وانطلقت في بعض الحديد كنا عم نشوف شباب بالعشينات يعني جيل ما بعد أصله لا أنه فيه وهذا أنا برأيي أنه الشيء المميز يعني عند الشعب الفلسطيني أنه هذا التوريس الدائم أنه هذا أردنا إلى الحدث السوري مبارح كمانا وكنا أمام انتخابات سورية وخصوصا أنه اليوم في ترابط يعني لا يمكن الحديث عن كل هذا المشهد من دون ما نقول أنه اليوم نحن أمام ساحات مترابطة خلينا نقول خصوصا أنه سوريا وما تمثل لكل هذا المحور وللمقاومة وصيرت كنت عم تحكيلي عن إدمان صعب قبل هذا كلمة الساحات كان يعترض علي غسنت ويني الله يرحم اتنين الله يرحم اتنين صحيح بل كراءتك بمشهد الانتخابات السورية وخصوصا اللي شفناه مبارح يعني من اعتداءات على سوريين ناخبين ودعوات لعودتهم إلى الوطن ما بعرف قديش اليوم يمكن القول أنه بعض اللبنانيين يستقون على الضعيف بعضهم كمان يمكن بمربع مش عم يقدروا يطلعوا منه في الكثير من الحقد الدفين يعني في الكثير من العنصرية التي تمارس تجاه هؤلاء خصوصا أنه هن زيتهم اللي كانوا إذا بدك ممانعين عودة هؤلاء السوريين إلى سوريا بفترة من الفترات تحت عنوين كثيرة اليوم شفنا دعواتهم بأي اتجاه هيدا كله المشهد اللي شفناه مبارح يعبر عن ماذا لا أدري إذا كان هناك نوع من المزايدة يعني بين طرفين سياسيين لبنانيين من هن؟ حدا بيطلع بقول على أهل الخليج إنه بدو وحدا كمان بيعمل حواجز طيارة وسيارة ضد السوريين يعني هون في خطاب سياسي مش مقبول وهون في خطاب سياسي مش مقبول وهون في ممارسة سياسية درجة ميزبتك صحيح يعني أنا برأيي أنه يعني هذا يعني اختراع العداءات بهذا الشكل واختراع الصدمات بهذا الشكل في وقت أنه لبنان منها وبحاجة لعلاقات يعني بدون شك بعلاقات طبيعية مع سوريا وبعلاقات مع محيط العربي عم تطلع أطراف عم تحاول تهد يعني يعني كل السلم كل السلم هذا يعبر عن مأزق يعني عند الطرفين تقديدا؟ يعني عن نوع من عدم الوعي السياسي من عدم يعني يعني لا بدي إيه الحقد ولا بدي أقول بغيضة ولا بدي أقول أي شيء بس أنه بعبر نوع من عدم الوعي السياسي يعني وبالتالي أنه هذا انعدام الوعي عم بيؤدي إلى مزيد من الانزلاقات وإلى مزيد من الانهيارات على المستوى الداخلي لبناني سياسيا وأمنيا وأمنيا والعكازاته بشكل كبير عم بتكون والمشكلة الكبرى أيضا أنه مثل هذه التصريحات أو مثل هذه المواقف أو مثل هذه الممارسات بدأ يعني أنه بدأت تتسجل بالذاكرة لعشرات السنين المقبلة يعني السوري بكرة بسير جعا سوريا مش حينسى أنه في حدا في مكان ما قالوا أنه لأ يعني عمل حاجز وبالتالي بدأ بالتكسير والمسب أنه ما كان عم بيسب يعني أنا متأكد أنه ما كانوا عم بيسب يعني قالوا أنه استفزوا من خلال الصور من خلال بفرنسا راح انتخبوا بألمانيا راح انتخبوا ببريطانيا راح انتخبوا ليه ما شفنا هذا التعدي إلا فيه يعني ممارسة غير مخبول الأمر ذاته أيضا بالنسبة للتصريحات كمان أنه أنا وقت بدي يكون وزير أنا بدي يكون كلام لا وزير خارجية يعني مش حيا الله وزير يعني هؤلت اتنين أنا برأيي أنه يعني هذه الممارسة وهذا المواقف كنا بيغنى عنهم وبالتالي بيغنى عن تأسيس المزيد من تعقيدات لبنان يعني كانك عم تقول أنه هيدا يعبر عن تأزم كبير عند الطرفين بهيدا الشارع بدي يكرر عدم وعي السياسي وعدم وعي السياسي ومن هون مدام سوسا بتعرفي أنه لش البلد نهار وقتل فيه مسؤولين من هذا النوع أعرف كيف يستلمون الإدارة إذا ما عندهم وعي سياسي يعني نحن بعدنا بألف قاري ممكن بعد كان المفروض نكون بمطارح أكثر دركة أدي يمكن القول أنه نحن كمان من خلال الانتخابات الأمس كنا أمام تحول جدري في المشهد السوري أساستوا فيه لناحية مواقف اليوم عشرات الدول حضرتك يعني أشرت إلى الكثير من الدول اللي استضافت مبارح السفرات السورية فيها النخبين بعدما كانت هذه الدول تربط يعني سابقا إذا بدك الانتخابات بثنائية تربط عودة النازحين بالحل السياسي تحديدا أنا برأي هذه تم تجاوزها يعني أنا برأي أنه الانتخابات الانتخابات الرئاسية السورية هي أنا برأي تأسيس لمرحلة جديدة تقول ماذا؟ وهذه المرحلة الجديدة كان الروس عم يشتغلوا عليها قبل بتصور كان بشباط كان لفروف قام بجولي على دول الخليج وأيضا على مصر قبل أيضا أنه بدرورة عودة سورية أو استعادة سورية لعضويتها في جمع الدول العربية ولحظنا في الفترة الأخيرة برغم كل الكلام اللي تم نافيه أنه بعض القيادات السعودية جاءت على دمشق خلق بصرف النظر حجم أو حجم هذه القيادات بس أنا اللي بعرفه أنه فيه اتصالات بين الطرفين وبال2018 بتذكري أنه حاولت أيضا الإمارات تعيد فتح سفرتها بجمع أنا برأيي أنه أصبح هناك قناعة عربية كاملة وقناعة دولية أيضا بأنه النظام السوري بما هو حاليا أنه هو يعني هو يجب التعامل معه كممثل حقيقي للجمهورية يعني اليوم في اعتراف وبالتالي حتى موقعه وضويته مجلس الأمن من ضلة الدولة السورية بمحافظة على هذا الموقع وأيضا أنه ما حدا طالب يعني بإخراج سوريا من مجلس الأمن عفوا من الجمعية العامة للأمم المتحدة كان طبعا كانت الدول العربية هنا أنه في حالة حرب أنا برأيي بالمرحلة المقبلة لا راح تكون المسألة أكثر وضوحا وبتصور على الأقل يعني من خلال المعلومات اللي بنمتلكها والتحليلات أيضا والأراء اللي بنسمعها أنه بالمرحلة المقبلة اللي سيكون في انفتاح عربي تطبيعي تجاه سوريا وهنا بدي ذكر كمان أنه من أقدر من شهر ونصف كان اللي وقع لي مملوك بسلطنة أومان وبالتالي كان السلطنة أومان أيضا عم تقود نوع من الوساطات السورية بين المملكة العربية السعودية وبين سوريا وتوجد بالنجاح كمان هون من نربط الأمور مع بعضها البعض أيضا أنه التواصل السعودي الإيراني أيضا بده ينسح بإيجابة أيضا على علاقات السعودية السورية فأنا وحتى كمان بدي نوسع البيكارة شوي أنه المصالحة التي تجري أيضا بين تركيا وبين مصر هذا كمان يريح يعشر على أجواء إيجابية وفوق ذلك المصالحة التي تجري أيضا بين تركيا وبين المملكة العربية السعودية كمان هذا إذا بدك بوسع دائرة المصالحات في العالم العربي يعني إذا بقلنا أنه رايحين على أجواء إيجابية قد تمهد للوصول إلى تسوية أو تسويات وليس إلى صدام في المرحلة المرحلة المصالحات في البداية حتى يعني برأيي أنه موسم المصالحات فتح أنه بالأخير يعني على سبيل المثال أنه العلاقات بين تركيا ومصر بمرحلة ما مرحلة بين المراحل وصلت إلى ذروة التوتر الآن الأتراك عم بقولوا أنه نحن ما في عنا مشكلة مع مصر والمصريين عم بقولوا نفس الشيء شفنا الخطاب في تراجع إذا بدك بصقف المواقف العالية إذا نائب وزير الخارجي التركي إلى مصر قبل ما أطلع بفاصل وفوت كمان على الملف اللبناني لناحية اليوم جلسة مجلس النواب ورسالة فخامة رئيس الجمهورية سؤال أخير ربط التصويت أستاذ تفيق هذه المرة بمسألة عودة النازحين السوريين أي تصويت لصالح العودة يعني اليوم يصلح هذا الربط برأيك؟ أنا يفترض على الأقل يفترض هذه الرسالة اللي بعتها رئيس عام 18 شهر لا لا عم بحكي عن بما يتعلق موضوع التصويت السوريين ومسألة العودة مسألة الرسالة بعد الخاصة معقولوا هذه الرسالة دستورية وهذه للنازحين ما في ربط على الأطلاق يعني ما فينا نخلط هذه الأمور مع بعض لا 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 عم بحكي أنا هنا بما يتعلق بالربط بين موضوع مسألة الانتخاب عند السوريين تحديدا ومسألة عودة النازحين في الفترة المقبلة خلينا نتوقف مع فاصل ومن ثم نتابع المحوى الأخير نصل إلى المحوى الأخير من السياسة اليوم وضيف الأستاذ توفيق شمان فيما يتعلق بيه اليوم يعني جلسة مجلس النواب وتلاوة رسالة رئيس الجمهوري لمد ميشيل عون البعض قال أنه هذه الرسالة هي لتعمق الشرخ القائم أصلا يعني بين تيار الوطن الحر من جهة وبين تيار المستقبل في ظل كل هذه القطيعة القائمة اليوم وانسداد الحلول والأفاق أمام إمكانية تشكيل الحكوم بالوقت اللي شفنا يعني البلد ينزل إلى مستويات خطيرة أستاذ توفيق شو القصد من هذه الرسالة بالدرجة نقول أنه هذه الرسالة الثالثة التي يواجهها الرئيس إلى مجلس النواب الرسالة الأولى كانت بتموز 2019 حول مادي 95 الرسالة الثانية كانت بتشرين الثانية 2020 حول التحقيق الجنائي ولا الرسالة الثانية أنا برأيي أنه مصير هذه الرسالة كما مصير صادقاتها وهي تسجيل موقف يعني للأزمة اليوم نعم تسجيل موقف بس فيه شغلي أنا ممكن علق إعليه هون وهي؟ يعني أنه الذي يقرأ نص الرسالة فيه ربط على سبيل المثال بالفقرة دي بمقدمة الدستور التي تتحدث عن أنه الشعب اللبناني أو السلطة هي مصدر هي يعني الشعب هو مصدر السلطات ويمارسها عبر المؤسسة الدستورية ما لقيت فيه إلى محل يعني هون مستندين عليها وفي المادة 64 أيضاً فقرة اثنين من المادة 64 اللي بتقول أنه يعني رئيس الحكومة المكلف يجب أن يجري استشارات نيابية من أجل تشكيل الحكومة اللي بفقرة اثنين من المادة 64 وطبعاً في المادة 53 اللي بتتحدث بأنه رئيس الجمهورية يوجه رسائل المجلس النواب عندما تقضي الدرورة ضرورة ماشي بس أنه يعني كمان تفسير المادة 64 بالطريقة التي تم تفسيرها ما هو الرئيس الحريري أجرى استشارات نيابية صحيح وهو يكلف من قبل الشيء الآخر إحنا إذا نقرأ كمان ينصر رسالة مدام سوسر يعني أول شيء بيقوله أنه رئيس المكلف هو عايز عن تشكيل الحكومة اثنين بيحكي عن عملية أسر بالتأليف اثنين أنه لا يقوم بالاستشارات النيابية والثالثة أو الرابعة أيضاً أنه لا ينصق ولا يتشاول مع رئيس الجمهور هو اعتباراً أنه يمكن لم ينصق لم ينصق مع طيال الوطن الحر والوزير جبران باسيل يعني على هذه الخلفية تحديداً ولكن كمان هون يعني قديش هي أزمة دستورية اليوم أن نحن عم نعيشها أم أنه لا نحن نعيش أزمة سياسية بشكل أساسي هو أزمة وطنية حقيقةً يعني كمان أنه الاستنجاد بالدستور ما حدا في لبنان عم يشتغل بالدستور يعني كمان أنه حتى إذا بدك عندنا نتحدث المادة 17 من الدستور وأيضاً المادة 2 أيضاً أو الفقرة 2 من المادة 64 عندما يعني هذه المادة تحدث المادة 17 أنه تشكيل الحكومة يتم بالتوافق أو بالاتفاق بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية طيب بس أنه هون الاتفاق هل يعني شراكي؟ كمان هذه مقطاتة إذا بدك يعني هذه الاتنين إذا بدأ يكون رئيس الجمهورية شريك بالتأليف يعني هو شريك بالمسؤولية بس على من يقع عاطق تأليف الحكومة اليوم؟ على رئيس المكلف أو رئيس الجمهورية؟ بدي أقول عندما أكون شريكاً بالتأليف يجب أن أكون شريكاً بالمسؤولية يعني عندما دستور بيقول أنه رئيس الرئيس الحكومي هو الذي يمثل أمام مجلس النواب وبالتالي هو ينفذ السياسة العامة أيضاً للحكومة وطبعاً للسياسات العامة لمجلس الوزراء وكمان عندما تحدث الفقرة الأولى من المادي 64 بأنه رئيس الحكومة أو رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثل ويتكلم باسمها وينفذ السياسات العامة التي يضعها مجلس الوزراء وأيضاً بالمادي 65، بالمادي 64، بآخر فقرة بالمادي 64 عندما كمان يتحدث الدستور عن أنه رئيس الحكومة هو الذي يتصل بالوزراء ويتابع حرفياً سير الإدارات العامة وينسق بين الوزراء ويوجه الوزراء، ليس رئيس الجمهوريين يعني بايداً المعنى ما تقول لو كان شريكاً هو كان كماناً هو مسؤول أمام مجلس النواب هو شريك بالتوقيع على المرسوم هون أنا برأيي أنا دائماً وقت اللي عم بروح بدي يوضح مادة دستورية عم بخلق صلاحيات جديدة مادام ساوسل يعني هون فهون أنا وقت اللي بكون بالاتفاق لا يعني أنه أنا إما أوافق على تشكيل هذه الحكومة كرئيس الجمهوري أو لا أوافق أو لا أوافق وبالتالي أنا الذي أشكل الحكومة هون السؤال كماناً المطروح اليوم يعني كيف يمكن للنواب اليوم تصحيح الخلل في مسار تأليف الحكومة إذا كنا بدنا ناخد بعين الاعتبار والله أنه هذه الرسالة هي لتصحيح الخلل من ينتخي برئيس الجمهوريين؟ أي من ينتخي برئيس الجمهوريين؟ نوع بمجلس النواب فين يعيدوا النظر؟ بإعادة انتخابه؟ نفس الشي بالنسبة للتكليف كماناً هيدا يمكن اليوم فضي يكون نفس الشي بالنسبة للتكليف أنا عم بها ما ديصلت ده باليوم شو هاي نسير؟ يعني أنت مثلا بالمادة حتى بالمادة 53 التي تستند إليها اللي هي 12 فقرة المادة 53 بس بأول فقرة أنه رئيس الجمهوريين يشارك فيه يعني يترأس اجتماعات مجلس الوزراء ولكنه لا يشارك في التصويت ليش لا يشارك في التصويت؟ لأنه الحكم هو عادة بالضبط يعني هو ليس طرفاً وإنما حكم بالضبط لأنه حكم فإذا أنا وقت اللي عم طالب بنصف الحكومة كيف كون حكم مني طرف؟ هذا هو السؤال الكبير هاي هاي هنا يمكن جوهر المشكلة اللي عم نعاني منها إذا بدك في العلاقة بالتأكيد هنا يعني أنا عندما أقول أنه وزراء المسيحيين أنا بدي سميهم أنا عم طالب بنصف الوزراء يعني أنت كأنك عم بتقول أنه معادلة الرئيس القوي هي اللي وصلتنا إلى ما وصلنا إليه بمعنى أنه اليوم لما بيكون الرئيس يمثل وقاله إذا بدك بمجلس النواب وبالحكومة هو لن يستطيع أن يلعب دور الحكم هيك عم تقول يعني هو نائب الوزير البير مصور من هذا الرأي أنا مش من هذا الرأي يعني أنه ممكن يكون قوي بس أنه ما يكون طرف بس هو بيقدر ما يكون طرف إذا كان قوي طبعاً إذا هو ممثل في الحكومة وممثل في مجلس النواب أما هون يعني أنت بالدستور بالدستور أنه رئيس الجمهورية مفسد أنه ما يطلع له حصة ما هو تقمه ما بيسوت طب سواء عنا حصة بس هو يعني هو بيشوف المصلحة الوطنية ووقت اللي بيشوف أنه في نوع يعني منها الاختلال بالممارس الدستوري أو بالممارس السياسي هون بيعطي رأيه بس هو هيدا الاختلال بالممارس الدستوري وصلنا إلى هذه النتيجة لأنه منتطرف بالتفسير من إحنا لما رحنا كرسنا أعراف من إحنا رحنا زحنا عن الدستور هيدا الزيحة وصلتنا لهون اليوم بس وزيران يا مدام سواء ثلاثة وزراء مش النصف هل عم نحكي يمكن هوني عم تحكي أنت بعد اتفاق الزوحة وصلت الرئيس ولكن طبعا هو بالقبل بالقبل أنه كل الحكومة كانت لرئيس الجمهورية قبل الحكومة طبعا طبعا أنه هو يعين الوزراء ويعين من بينهم رئيس الحكومة هون أنا عم نقش بس بنقطة محددة اللي هي إذا هو يمارس دوره كحكم ولا كطرف يعني هوني كمانا لا يفترض شيء والواقع شيء تاني نعم لأنه كل الواقع في لبنان أصلا يختلف يعني بس أنه نحن بس نحن فعين مشكلة أنه من أزمة إلى أزمة من اصطناع مشكلة إلى اصطناع مشكلة دل هلأ نحن رايحين على مشكلة أكبر من خلال هذه الرسالة اليوم يعني هسير في تطويق لمفاعل الرسالة الاتفاق بس بالقراءة النص الدستور ألا فيك ما بعرف أنه فيه كلام اليوم وما نروح إلى النقاش ممكن تنقل إلى الثانين أنه في كلام تنقل إلى الثانين صحيح أنه قد نقل بس في كلام أيضا أنه الرئيس الحريري بده يحكي وفيه كمان كلام انه الرئيس الحرير لن يتكلم يعني بعدنا مش محسن فانحنا اذا ندخل بالسجال وبالتالي ندخل في سجال يعني نعمق المشكلة طيب يعني فباعتقد انا ساعة ذاك انه تقرأ يعني بالاخر انه في نوع من الحكمة بده يصير عند الرئيس بر وهيدا اللي عم يشتغل عليه رئيس بر تقرأ الرسالة ويغلق الاب ويغلق الاب وتحدد جلسة ثانية لمناقشة مضمون او فحو الرسالة ولا خلاص اذا حدد اذا حدد بس انت بس بحيت تفتح الباب لمداخلات وخصوصا الان كمان لأيام ايمي بين الطيار الوطن الحر بين قوات اللبنانية كمان بيتم استغلال ايضا مجلس النواب لاطلاق مواقف سياسية تزيد الامور تعقيدا وابتعادا وافتراقا وشرزمي وتوتير يعني قد تفتح الباب كمان امام نحنا اليوم مرحلة من التوتير رح يكون في عندك معركة رح يكون في عندك معركة بين طيار المستقبل وطيار الوطن الحر من جهة وبين طيار الوطن الحر والقوات اللبنانية ايضا من جهة اخرى فبتحول عمليا مجلس النواب الى ميدان فبتصور انا الامور بتروح ساعة تذاكرة فقط كما جرى في السابق تقرأ الرسالة هي الرسالة اذا بنا نحط لها عنوان اسمها رسالة عزل الحريري ولا شو؟ عزل الحريري وعجز الحريري لانو كمان تتكلم عن الوزير الجريسات يعني اصور لي كاتبات عزل وعجز وعدم ممارسة الدستور وعدم التنسيق مع رئيس الجمهورية وعدم يعني اجراء استشارات ايضا مع الكتل النيابية يعني انا بسور ان المقصود الكتل النيابية هو الوزير جبران بس الطيار الوطن الحر شكرا لك استاذ توفيق شمين على تلبيتك الدعوة اهلا وسهلا فيك شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة طبعا يعني انحنا في هذا النهار اليوم الجمعة وصلاة النصر مباشرة من المسجد الاقصى واعلان انتصار غزة وانتصار فلسطين في امان الله اشتركوا في القناة